خبر سيكون له الوقع الأسوأ على المدينة الساحلية مع اقتراب فصل الصيف المؤسسة المحلية للمياه على وشك الإفلاس هذا ما أعلنته إدارة المؤسسة في اجتماعها بقيادة محافظة عدن وبحضور مدراء عموم المديريات والمكاتب التنفيذية المؤسسة شبه مفلسة لا تستطيع الإفاء بالتزاماتها تجاه المستهلك المستهلك لا يدفع الفواتير الاجتماع الذي ناقش الأوضاع المختلفة للمؤسسة أعلن فيه عن عجز مالي قراء عدم تحصيل أي إيرادات لما يقارب العام ما أدى إلى عدم قدرتها على توفير الرواتب الموظفين الأمر الذي يهدد بإضراب شامل شبيه بالإضراب الذي نفذ قبل أشهر وتم إنهاؤه بمبلغ من إحدى الدول المانحة مدينية المؤسسة كانت محور القدل الدائر بين من يحمل المواطنين عبء المشكلة لعدم تزديدهم الفواتير منذ بدء الحرب وبين آخرين يرون المواطن آخر من يتحمل هذه المشكلة ارتضل مدينية المؤسسات الحكومية والتجارية للمياه والمقدرة بمئات ملايين الريالات كفيلة في حال سدادها بإنهاء العقز بدلا عن تحميل المواطنين الذين يمرون بظروف معيشية صعبة أن تبدأ أول شيء الدولة تبدأ بالمساهمة في دفع المدينة التي عليها ومن ثم كبار المستهلكين ومن ثم الشريحة السكنية الآن مرافق الدولة كلها عليها مديونية مع مكتب الأوقاف في محافظة عدن يعني ما يقارب مليار وصل المديونة إلى مليار ريال يمني المحافظة برضو عندها مديونية المجالس المحلية عندها مديونية المصانع الاجتماع توصل إلى ضرورة تشكيل مجلس طوارئ للوقوف أمام الإشكاليات والتحديات بهدف إنقاذ المؤسسة وضمان استمرارية توصيل المياه وانتشالها من الوضع الراهن آدم الحسامي قناة بلقيس عدن